طيب في البداية عايزين نقب شوية كده عند خبر محتاجين نتأمل فيه ونعلق عليه في بداية حلقتنا هو بيوضح لحضراتكم أبعاد كتير قوي في كيفية الحفاظ على المواهب المختلفة المتواجدة داخل النادي الأهلي امبارح أعلن أمير توفيق مدير التعقدات في النادي إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر ثنائي فريق الشباب لنادي تبليتسي تشيكي لمدة موسمين ونص مع حقية النادي الأهلي في استعادة الثنائي أو استعادة أي واحد منهم بشكل منفرد في أي وقت خلال مدة الإعارة في موسم 22-23-24 هنا لازم نشيد كلنا بالقرار اللي تم اتخاذه وفقاً استراتيجية النادي الأهلي وأكيد طبعاً بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب وموافقة لجنة التخطيط للكرة وخالد بيب ومدير قطاع الناشئين ده عشان يعني يتم منح الفرصة لعدد أكبر من شباب النادي الأهلي للاحتراف في الدوليات الأوروبية المختلفة دي حاجة مهمة جداً وعظيمة جداً يا حضرات أن أنت تدي الفرصة لشباب بيخود مشوار الاحتراف يعني مبكراً وفي نفس الوقت مالك أدواتك وعارف إزاي تحافظ عليه لو حسيت في أي وقت أنه يعني مش مستغل فنياً في النادي اللي هو فيه ترجع به مرة تانية أو مش هترجع به كده زي مرة هترجع به هو أكثر نتجاً بكتير فطبعاً يعني الحقيقة كمان كلنا شايفين أن التجاه عظيم جداً جداً أنه ليه أكتر من مكسب يعني أولاً لعبتك هتاخد خبرة أن هي تدخل بقى فيه احتكاك مباشر مع مدارس كوروية مختلفة خصوصاً زي ما أكيد حضراتكم معارفين الكورة في شرق أوروبا بتمتاز بالقوة نسبياً أكتر من المهارة فدي مدرسة ده شكل من أشكال الأداء الكوروي ومنه يعني كمان يكون يعني لعبتك في دوري بيمثل نفذة لبعض الدوريات غرب أوروبا بقى المعروفة طبعاً زي الدور الفرنسي على فكرة الدور الفرنسي واللي زي والإيطالي والله والإنجليزي دايماً بتلاقوا عينهم على ومعظم تعقوداتهم بتكون معها لعيبة من الدوريات دي زي التشيك بلغاريا سويسرا إلى آخره ومين عارف يعني ما يمكن تلاقي نفسك في يوم الآياب قعب التابع مجموعة من نجمنا المصريين ولعيبة النادي الأهلي يعني هما بيشاركوا في دوريات عالمية بالمعنى الحرفي وليهم عشاء ومتابعين ومريدين من جميع أنحاء العالم هنتكلم على لعيبة في كلاس ايه بقى من المستوى دي هتكون أكيد إضافة كبيرة جداً ومميزة جداً للنادي الأهلي وفرقته يعني هو اتجاه في كل الأحوال عظيم 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 وتفكير منطقي لبكرة وللي جاي بكرة ده تجهيز لللي جاي بعد كده طبعاً حاجة محترمة جداً لقطاع الشباب يعني ما بين بقى يعني كمان التصعيد للفريق الأول ما بين الإعارات لاستغلال الفرص واستغلال قدراتهم بالشكل الأمثل يعني هنيئاً فعلاً لأشبال وشباب النادي الأهلي وإن شاء الله اللي حيبقى لهم أكيد كلهم شأن كبير في المستقبل